زي ما النادي الاهلي بقدم روعة في كرة القدم وفي العاب الصلاة برضو من حيث الانشاءات هنشوف دلوقتي لقطات حلوة جدا النادي الاهلي فرع التجمع زي ما بنشوف النادي الاهلي في الجزيرة وفي مدينة نصر وفي الشيخ زايد النادي الاهلي بيضيف للمؤسسات الرياضية والمنظومة الرياضية في مصر ايضا الاهلي في التجمع صراحة النادي الاهلي في حتة الانشاءات او من حيث قدوم مجلس الكابتب محمود الخطيب طبعا كل المجالس الاخرى بنشوف طفرة انشائية كبيرة جدا في كل الفروع زي ما احنا شايفين مع بعض في الصورة بعد ايام قليلة ان شاء الله وهيتم الاعلان عن افتتاح هذا الفرع هيكون في التجمع وده بيضاف الى البنية التحتية في مصر لما تشوف النادي الاهلي في التجمع بالعظمة والروعة تكلفته ما يقرب من مليار وستمائة مليون تمن الارض وتمن المنشآت اللي داخل هذا الفرع النادي الاهلي النهاردة هو نادي لما بنتكلم عن الوطنية فالنهاردة شوف فرع التجمع لما يستقبل ايضا النهاردة ناس جديدة عشان تشتغل النادي الاهلي بيفتح بيوت ناس عاملين جدد هيشتغلوا في هذا الفرع ويعملوا في هذا الفرع فاذا النادي الاهلي النهاردة بيفتح مجال كمان لتوظيف شباب مش دور النادي الاهلي ان مجرد لعبة او كرة قدم او بيكسب بطولة هو دور النادي الاهلي النهاردة مع بلد ومع مصر كأنك بتفتح مشروع النهاردة استثماري ازاي تقدر يبقى فيه ايدي عاملة بتشتغل في هذا الفرع وتفتح بيوت ناس مصريين الحاجة التانية انت بتصدر كمان للدولة المصرية ابطال لما تشوف عندك ملاعب في كرة القدم ايضا في السلة في اليد في الهندبول في كل الالعاب بتطلع ابطال لمنتخب مصر فهو دور النادي الاهلي كمان يضاف للنادي الاهلي لما نشوف النادي الاهلي وهو بيستقبل البطولات الكبرى في الالعاب لما نشوف في صالة عبدالله الفيصل في الجزيرة بطولات السلة بطولات اليد بطولات الطيرة بنشوف ايضا في مدينة ناصم وفي مجمع حمام السباحة في مدينة ناصم وهو بيستقبل بطولات الكبرى ايضا كمان في فرع التجمع ان شاء الله هنشوف استقبال بطولات كبرى علشان كده بقول دايما دور النادي الاهلي دوره كبير جدا وايضا فرع التجمع هيضاف الى الصروح العظيمة للمنشآت الرياضية في مصر حاجة صراحة كلنا بنفتخر بيها كاهلوية كجماهير للنادي الاهلي كأعضاء الجمعية العمومية يكون عندنا انا بسميه منتجة عن النادي الاهلي في التجمع مش مجرد نادي بالمنشآت بكم الفلوس اللي اتصرفت على هذا الفرع فده النهاردة حاجة عظيمة بنفتخر بيها كلنا كاهلوية اشتركوا في القناة